السلام عليكم وبركة الله ورحمته في الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث عن أصحاب الكهف كقصة مؤثرة في النص القرآني من التراث المسيحي السورياني كجزء من البيئة التي ظهر فيها هذا النص العربي المقدس وكما وعدتكم سوف نغوص مع بعض في دهاليس هذه القصة ونرى هذا التفاعل المباشر بين الثقافة السوريانية والقرآن للتذكير رأينا أن الخطاب القرآني في سورة الكهف موجه لأصحاب هذا الموروط المسيحي خاصة عندما يشير في مقدمة سورة الكهف لمن يهمهم الأمر في الآية أربعة وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا أي من المسيحيين أو النصارى ممن يؤمن أن لله ولد كما نصنبط من الآية الثلاثين من سورة التوبة وقالت النصارى المسيح ابن الله ولا علاقة لأهل قريش الوثنيين بالموضوع رأينا كذلك أن القرآن يصدق العناصر الأساسية لهذه القصة من هروف فتية بدينهم إلى كهف قصط حماية أنفسهم من بطش المجتمع الذي عاش فيه طالبين الرحمة والحماية الإلهية فناموا مئات السنين داخل هذا الكهف فبعثهم الله من جديد لكي يكونوا عبرة ومعجزة لغيرهم وكل هذه العناصر موجودة في القصة السوريانية قبل الإسلام أيام مار يعقوب السروجي في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي وصار عليها تنقيح على هذه القصة فيما بعد أيام العلامة باباي الكبير من الكنيسة النسطورية نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي ولكن هناك تغييرات وقعت في هذه القصة لا نعرف على وجه الدقة هل كانت موجودة في المورود الشفهي العربي المسيحي أم هي فقط قراءة خاطئة للنص أيام تنقيط الأحرف العربية وعلى سبيل المثال يقول النص القرآن وكلبهم باسط دراعيه بالوسيد بينما القصة السريانية تقول على هذا الحارس عيرا أي ملاك الرب يحرص رفاتهم وبالرجوع لرسم الكلمة وكلبهم وبحسب مادة الفيلولوجيا يمكن قراءة هذه الكلمة كأفلام نبرة هاميم قبل التنقيط والتشكيل كما قرأها أبو عمر الزاهد وكالئهم باسط دراعيه بالوسيد اسم فاعل من كلأة أي حافظهم كما جاء في صورة الأنبياء الآية 42 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أو كما قرأها الدكتور كريستوف ليكسمبر وكلهم باسط دراعيه بالوسيد بمعنى حافظهم ومنه جاءت تسمية الكليا العضو في الجسد الذي يحفظ الدم من الفساد هناك فردية أخرى مهمة يمكن من خلالها فهم المتوازيات بين رمز الملاك الحارس في القصة السوريانية والكلب المرافق في النص القرآني بما أن هؤلاء الفتية لبتوا في كهفهم سنين عديدة رقود كالأموات ينتظرون يوم القيامة أو حدوط معجزة كما جاء في هذه القصة فالكلب هو رمز من الرموز الفلسفية والدينية القديمة غالبا ما يشير لمرشد الأرواح كبعض الملائكة أو بعض الآلهة اليونانية ويسمى بسيكو بومبوس يقود أرواح الموتى بأمان إلى العالم الآخر وربما وجود كلب في القصة القرآنية نتيجة رواية شفاهية كانت متداولة بين العرب واليهود أيام محمد لهذا نجد أحد اليهود وهو كعب الأحبار يقص على المسلمين بعد إسلامه خرافة الكلب الذي تكلم مع أصحاب الكاف بلسان البشر فقال أي الكلب ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله فناموا حتى أحرصكم كما رأينا في الحلقة الماضية ننتقل الآن إلى مسألة عدد الفيتية فالنص القرآني يقدم الاحتمالات التي وجدت في عصر الرسول وذلك في الآية 22 من صورة الكاه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل إلى آخره فتية أفاسوس في التراث المسيحي السورياني هم سبعة مالخوس مكسيميان مارتينيان ديونيسيوس وجون وسارابيون وكوستنطين لكن هناك بعض الروايات المسيحية تتحدث عن أعداد مختلفة حيث نجد في تلك الفترة جالية من السوريان اليعاقبة بمنطقة نجران تقول بوجود ثلاثة فتية فقط بينما السوريان النصاطرة يقولون بوجود خمسة وهناك بعض الروايات تقول بثمانية إذن القرآن ابن بيئته نقل لنا بأمانة الجدل القائم في القرن السابع الميلادي بين أصحاب الروايات المسيحية في عدد أفراد هؤلاء الفتية ولم يحسم الأمر بين هذه الروايات واكتفى بالقول قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل وهنا تظهر قوة نص القرآن باعتبار هذه القصة رمزية وليس تاريخية وإلا لما سكت عن الإدلاء بعددهم الحقيقي باعتباره وحي من عند الله ننتقل إلى عدد السنين فالقرآن مرة أخرى لا يذكر عدد السنين لرمزية القصة حيث قال قل الله أعلم بما لبثوا في الآية 26 لكن قبلها ذكر رقما مهما للغاية حيث قال ولبتوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهنا نرى بوضوح عدد السنين بالحساب القمري وذلك عند العرب وهي 300 تضاف عليها 9 سنين كناسي لتعطي 3 قرون بالحساب الشمسي باختلاف 11 يوم في السنة بين الحسابين إذن مرة أخرى القرآن ينقل لنا خلفيته البيئية ونتساءل لماذا تحدث عن عدد السنين والجواب موجود في الروايات المسيحية خاصة التي اعتبرت هذه القصة حقيقة تاريخية فقيل مكث هؤلاء الفتية في كهفهم من الحكم الإمبراطور الروماني ديسيوس 249-251 إلى الإمبراطور تيديوسيوس الثاني ربعمائة وتمانية ربعمائة وخمسين ففي التنقيح الأول لميمار يعقوب سروجي وفق الحساب اليوناني 372 سنة وفي التنقيح الثاني 350 سنة وفق الحساب اليوناني كذلك وذكر مؤرخ الكنسي يحنى الإفسيسي في القرن السادس الميلادي عدد الفتية ثمانية وعدد السنين 370 سنة بينما زكريا المليطيني وعاش ما بين 465-536 ذكر عددهم سبعة فتية كان قائدهم هو إقليديس وعدد السنين 200 سنة تقريبا إذن خلاصة القول في هذه الحلقة هو أن القرآن تفاعل مع محيطه البيئي وقدم لأتباعه وخصومه رؤية لاهوتية إسلامية حول قصة أصحاب الكهف مبنيا على الجدل القائم بين الروايات المنتشرة في محيطه مع اختلاف عدد الفتية أبطال هذه القصة والسنين التي رقدوا فيها مصدقا لجوهرها أو لجوهر الفكرة من إيمان هؤلاء الفتية بالله وهروبهم بدينهم الجديد من عبادة آلهة عصرهم ونومهم في كهف أكثر من قرنين أو ثلاثة ثم أقامهم الله من نومهم ليكونوا عبرة ومعجزة إلهية على البعث والحياة الأخرى نمنك من الموضوع في هذه الحلقة انتظرونا لتكملته في الحلقة القادمة وإلى اللقاء